موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبعكاته تلاميذ الأعزاء حصتنا لهذا اليوم ستندرج ضمن مادة الاجتماعيات وبالضبط مكون التاريخ حيث سنتناول درس أكتشف ماضيا بعيدا جدا الأنكيولوجيا واللقى بداية سنستعرض كالعادة الأهداف المتوخات من الدرس وهي تعرف معنى الوثيقة الأنكيولوجيا اللقى استعمالها لاستنتاج معلومات تاريخية عن ماضي بعيد استخلاص أهمية الوثيقة الأنكيولوجيا قبل تطرقنا للدرس سأحاول أن أذكعكم بمفهومي كل من الشهادتين الشفوية والمكتوبة والتي سبق وأن تعرفنا عليها سابقا بحيث تمثل الوثيقة واحد نموذجا من وثيقة مكتوبة وهي وثيقة مطالبة بالاستقلال ومن خلال مضمون الدرس نعلم أن الوثائق المكتوبة هي شهادة تكون أصلية أو مصورة أو مكتوبة وتمكننا من دراسة تاريخ بعيد وفي المقابل النموذج الثاني يحمل فطرياته نموذجا لشهادة شفهية وقد سبق وأن عرفناها بكونها رواية شفهية عن أحداث تاريخية ينقلها من ذاكرته شخص شارك في هذه الأحداث أو شاهدها أو سمعها وهذا الصنف من الوثائق تمكننا من دراسة التاريخ القارب سننتقل الآن إلى موضوع آخر سنحاول أن نرجه من خلال هذه الصور الماثلة أمامنا فالصورة الأولى هي لقوس النصر بمدينة وليلي بينما الصورة الثانية هي لمزهرية قديمة في حين تمثل الصورة الأخيرة مقتطفا من موقع تلشعير الأثري يظهر فيه عالم آثار ينقب عن قطع أثرية بعد ملاحظتنا لهذه الصور وبعد تذكر لكل من مضمون الشهادتين الشفوية والكتابية يتباظر إلى أذهاننا سؤال مفادهم هل يمكن اعتبار هذه الصور من الوثائق المكتوبة أو الشهادات الشفوية؟ للإجابة عن هذا السؤال سأطلب منكم ملاحظة الصورتين 2 و3 لنتعرف على طبيعة هذا النوع من الوثائق بحيث سنتح بعض الأسئلة لفهم طبيعتها أكثر وسنتساءل ونقول ماذا تمثل كل وثيقة وما نوع المادة التي صنعت منها؟ ما هو عمو القطعة النقدية؟ أتبين نوع هذه الوثائق بمقارنتها مع الوثيقة المكتوبة والشهادة الشفوية اعتمادا على الملاحظة ومن خلال عنوان الوثيقة يمكن القول أن القطعة النقدية المبينة في الصورة 2 مصنوعة من الفدة بينما التمثال المعدني المبين في الصورة 3 فهو مصنوع من المعدني وهي آثار اكتشفت بمدينة وليلي وتعود إلى أكثر من ألفي سنة أي زمن بعيد جدا عكس زمن كل من الوثائق المكتوبة والشهادة الشفوية ومن خلال ملاحظتنا للمشهد الثالث سنجده يقدم نموذجا أثنيا يصطلح عليه اللقاء ولا شك أن ما توصلنا إليه سيقودنا إلى اعتبار هذه الوثائق نماذج لآثار قديمة تعود إلى زمن بعيد ويطلق عليها اسم اللقاء كما يطلق على العلم الذي يهتم بهذه الآثار الأنكيولوجيا انطلاقا من كل ما سبق يمكن أن نستنتج أن الأنكيولوجيا هي علم يهتم بالتنقيب ميدانيا عن الآثار التاريخية القديمة وبدراستها وترميمها في حين أن اللقاء هي البقايا والآثار القديمة التي تكشف عنها عمليات الحفر والتنقيب وتشمل بقايا المنشآت المعمارية ونصومة ونقوشة وكتابات الجدران والمنحوتات والهياكل البشرية والحيوانية وأدوات للاستعمال اليومي من نقود وأواني وحلي وأسلحة برجوعنا إلى الوثائق الثاني وثلاثة نلاحظ أنها اكتشفت بمدينة وليلي وهي مدينة مغربية تقع تحديدا بالقعب من مدينة فاس في سهل جبل زرون وهي من أهم وأكبر المواقع الأثارية في المغرب حيث تحتوي على بقايا المستوطنات التي يعود تاريخها إلى الحقبة ما قبل الرومان والفترات الإسلامية المبكعة لا شك أن هذه البقايا والأثار المكتشفة يمكن أن تقدم رسائلا يمكن من خلالها استنتاج جوانب من حياة السكان وفي هذا الإطار سنحاول ملاحظة الصورة رخم 2 واستخراج معطايتها وذلك من خلال طرح مجموعة من التساؤلات وهي من هو الشخص الممثل على وجه القطعة النقدية ما نوع نظام الحكم خلال هذه الفترة ما هي المدة الزمنية التي تفصلنا عنه اليوم من خلال ملاحظتنا يمكن أن نقول أن الشخص الممثل على قطعة النقدية هو الملك جوبة الثاني وهو ملك من الأمازيغ بدأ حكمه قبل ميلاد المسيح بخمس وعشرين سنة والصمع إلى ما بعد مولد المسيح بثلاثة وعشرين سنة وكان جوبة الثاني متزوجا بابنة قلوباطا ملكة مصر إذا كنا قد توصلنا من خلال الوثقة 2 و3 على معلومات تاريخية قديمة تخص الملك جوبة الثاني فإننا يمكن أن نستخلص كذلك النشاط الاقتصادية خلال هذه الحقن وهو استخراج معادن تدويبها ومسجوها وتصنيعها وكذا نقشها بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الذي يتطلب استعمال هذه النقود وهي التجارة والمبادلات خصوصا وأن هذه الحفاظة الزمنية كانت معروفة بوفاة منتجات الزراعية خاصة القول إن للوثيقة الأنكريولوجية أهمية بالغة تكمن في اكتشاف التاريخ القديم وكذل التعرف على حضارة الشعوب القديمة وتاريخها هذا فضلا عن دوعها في تنشيط السياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر